بيبدأ المسلسل سنة 2019 وفي ديسمبر الإسود في الوقت اللي حصل فيه انقطاع عالمي للكهربا واللي بسببه عمت الفوضى والخراب في كل أنحاء العالم واختفت كمان كل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقسم العالم لدويلات منغلقة على نفسها في قرة واحدة بس وهي قرة يوروبا واللي بتكون عبارة عن أراضي وغبات بتعيش فيها قبائل بدائية بتعتمد في غذائها على الصيد والزراعة وبتبدأ القصة في قبيلة الأصليين مع إليف وإخواتها كيان وإليا واللي بيبقوا أبناء مؤسسة القبيلة وبيروحوا هم الثلاثة في رحلة صيد وفي وسط الغابة بيقدروا يصطدوا فريسة وقبل ما يرجعوا بها لقبلتهم بيشوفوا وفقهم انفجار لطيرة متطورة جدا عمرهم ما شافوها قبل كده وبيبقوا متأكدين إنها مش شبه الطيرات في العالم القديم قبل ديسمبر الإسود فبيقرر كيانون يروح يبص عليها لكن إليف بتعترضوا وبتقولوا إنها ممكن تكون خطيرة وبتجبروا ويرجع معها للقبيلة وهناك بيقابلوا جيكوب والدهم واللي بيقى مبسوط بابن الصغير إليانو واللي كامل مرسم بلوغه بعد ما خرج لأول رحلة صيد ونجح فيها وبعدها بتحكي له إليف عن الطيارة اللي شافوها بتتدمر في الناحية الشمالية من الغابة وبتطلب منه يروح يشوفها لكن جيكوب بيرفض ولل إنها بتكون طوع من منطقة كريم زونز ولإن قبلة الأصليين ما بتدخلش في شؤون حد بيرفضوا نيروح فبتفكروا إليف بتعليم والدتها مؤسسة القبيلة واللي كان شعرها دايماً إن الحياة واحدة وكلهم فيها مع بعض وبيقتنع جيكوب بكلمها وبيقرر إن يروح مع المساعد بتاعه عشان يتفقدوا الطيارة وبيروح مع كيانو وبإخواته وهناك بيشوفوا الطيارة وهي متضمرة وما بيكونش فيها حد وبالصدفة بيشوف إليانو مكعب شكله غريب فبيقرر إنه ياخدوا معاه وبعدها بيطلب جيكوب من أولاده إنه يرجعوا تاني للقبيلة وهو هيكمل بحث عن الطيار وبيطلب من إليف إنها تقودهم وبيحس كيانو بالحزن وده لإنه عارف إن والدهم بيحب إليف بسبب شبهها من والدتها لكنه بيكرهوا وده لإنه بيفكروا بنفسه وبيمشوا سوا وسط الغابة وهما مستعدين لأي هجوم ممكن يقابلهم لحد ما بيقدروا يرجعوا القبيلة وبيسيبهم إليها وبيروح لوحده المخبأ الخاص بيه واللي بيبقى مخب فيه كل الأجهزة المتبقية من العالم القديم وبيظهر إنه مهتم بأسباب انتهاء العالم وما بيكونش مقتنع إن الكهرباء فجأة قطعت عن العالم كله وبيحس إن فيه سبب تاني لللي حصل وبيحط المكعب اللي لقاه مع باقي الأجهزة لحد ما فجأة بيسمع صوت شخص بيدخل المخبأ فبيروح بسرعة يشوف مين وبيكتشف إنه الطيار واللي بيقى مجروح جروح عميقة وبيموت وأول ما بيشوف إليه بيترجى يدور على المكعب وده لإنه فيه رسالة مهمة لازم يوصلها لقابلته فبيقرر إليه إنه يساعده وبيرجع القبيل عشان يجيب له أدوات الإسعافات الأولية في الوقت ده بيوصل جيكوب والمساعد بتاعه القبيلة وفي مشهد مأساوي بيشوف جسس كل أفراد القبيلة وهم مقتلين في كل مكان وبيشوف واحد منهم لسه عيش فبيسأله عن اللي حصل وقبل ما الشاب بيموت بيقوله إن قابلته الغربان بتدور على الطيار الأطلنطي وقتلتهم بسببه وبعدها بيموت بسبب الطعنات اللي أخدها وبنروح لإليه اللي بيخب المكعب اللي معاه وبياخد شنطة الإسعافات الأولية لكن بتشوك إليف فيه وبتفتش شنطته وبتعرف إنه لقى الطيار فبتقرر إنها تروح معاه وبتاخد كيانه أخوها وبيوصلوا عند الطيار وأول ما إليف بتشوف جروحه بتقرر إنها تنقله للقبيلة عشان يتعالج وإلا هيموت وفي القبيلة بترفض الطبيبة إنها تساعده من غير إذن جيكوب لكن إليف بتقناع إنهم ما ينفعوش يسيبه شخص يموت وهم في إيدهم يساعدوهم وبتوافق الطبيبة وبتعالجه لحد ما جيكوب بيوصل وبيعرف بوجود الطيار الأطلنطي فبيقرر إنه يرجعه تاني لطيارته عشان يحمي قابلته من بطش الغربان وبيبعت شاب من القبيلة عشان يستنجد بقبيلة كريمزونز واللي كانوا متحلفين مع قبيلة ليتل براها وفجأة بيسمعوا صوت صراخات جاي من بعيد وبيعرفوا إن الغربان دخلت أرضهم فبيستعدوا بأسلحتهم وبتوصل القائدة في رفرة زي متجنود الغربان فبيقولها جيكوب إنهم عندهم اللي هم عايزينه وبيترجعهم ويسيبهم في حالهم لكن فجأة بترمي القائدة رأس حارس القبيلة وبتهجمها وقابلتها بكل وحشية من غير أي رحم عليهم فبيدخل إليها بسرعة للطيار الأطلنطي وبيدي المكعب بتاعه فبيطلب منه الطيار إن يوصل المكعب ده القابلته وده لإن فيه خطر جاي من ناحية الشرق ولازم قابلته تعرف به وبيخليه بص في المكعب ولي بيعمل مسح البصمة عينه وبيقول الطيار إن المكعب هيحميه وهيدله على الطريق فبيهرب إليها بسرعة في الغابة وبيفضل أتباع الغربان يلاحقوه لحد ما بيفقده أثره وبيشوفه كيانه وبيقتل كل حد بيحاول يمشي في طريقه وبتحاول إليه بتحمي أخوها كيانه لكن بتيجي القائدة فرافرة وبتهجم عليها بكل قوتها وبتقتلها وبينهار جيكوب أول ما بيشوف بنته هي بتموت وبتقبض فرافرة على جيكوب وكيانه وشوية من أفراد القبيلة وبينتهي الباقي من الوجود وبعد شوية بتستجوبهم فرافرة عن مكان المكعب لكن محدش بيكون عنده فكرة عن المكعب ولا حتى مين أخدهم لكن بتحس القائدة إن كيانه عنده معلومة فبتقرر إنها تاخده أثناء البحث عن الولد اللي هيرب بالمكعب وبنرجع لأرض قبيلة الأصليين وفجأة بتفوق إليها وبيظهر إن الطعنة اللي أخدتها كانت في منطقة مش خطيرة لكن أول ما بيبص حواليها بتلاقي جوسس كل الناس اللي عاشت معهم حياتها وكلها حواليها وفي كل مكان وقبل ما تنهر من المشهد وهي بتدور على أخوتها بتسمع صوت واحدة من قبيلة الغربان فبتهجم بسرعة عليها وبتسألها عن مكان عليتها فبتتاريق عليها المحاربة وبتقولها إنها مستحلة قدر توصل لهم وفجأة بيجي أفراد قبيلة كريمزونز وبيترجع قائدهم ديفيد إليف إنها تسيب المحاربة وده لأنهم ما يحتاجوها لكن المحاربة بتطلب من إليف تقتلها وما تصدقش قبيلة كريمزونز المخادعين وقبل ما بتقرر إليف اللي هتعمله بيجي شخص من وراها وبيضربها لحد ما بيغمى عليها في الوقت ده بيظهر إليهم استخبف مكان في الغابة ومع المكعب وما بيكونش عارف المفروض يروح فين لحد ما بيوصل لمكان قبيلة ليتل براها وهناك بيبقى بيحاول يصلح المكعب بالأدوات اللي بيلاقيها لحد ما فجأة بيسمع صوت شخص فبيروح بسرعة يشوفه وبيلاقيه مسك سلاح فبيستخبى منه بسرعة لكن الراجل المجهول بيشوفه فبيرفع عليه السلاح وبيسأله هو مين وبيعرف إنه من قبلة الأصليين فبينزل السلاح وبيعرفه على نفسه وبيكون اسمه موسيز وبيقوله إنه بيجمع التكنولوجيا من العالم القديم وبيبيعها فبيسأله إليه لو يقدر يصلح حاجة بايزة وبيسأله عن اللي عايز صلاحه وأول ما بيشوفه المكعب بيانبهر بيه وما بيكونش مصدق إنه معاه وبيقوله إليه إنه هيصلحه لكن بيطلب منه ويجيب له صندوق معداته من الغرفة التانية فبيروح إليه بكل براءة لكن أول ما بيرجع وإليه موسيز اختفى فبيجرب سرعة عراء لكن موسيز بيبقى ركب عربية وسبقه فبينهر إليه لأنه خلف بوعده مع الطيار ومحافظش على المكعب وفجأة بيجي واحد من قابلة الغربان يهجم على إليه وبيسأله عن المكعب لكن إليه بيقوله إنه تسرق منه وقبل ما المحارب يقتله بيجي موسيز ينقذه وبيخليه يركب معاه وبيقدروا يهربوا من محاربين الغربان لكن بيفضل إليه ساكد طول الطريق ومش عايز يتكلم مع موسيز واللي بيقرر يرجع له المكعب بتاعه لكن في مقابل إنهم يبقوا سوا ويقسموا الفلوس عليهم وبيغر إليه وبيقوله إنهم هيكسبوا وصاروا ضخمة بسببه لكن بيرفض إليه تماما وبياخد المكعب وبينزل من العربية وبيتجه ناحية الشمال فبيقوله موسيز على المناطق الخاصة بالغربان في الناحية اللي هو ماشي فيها واللي مستحيل ينجح في الهروب منهم لوحده فبيروح إليه ناحية الجنوب فبيقوله موسيز على القبائل التانية واللي برضو هيقبضوا عليه لإنه دخيل عليهم فبيوافق إليه إنه يركب مع موسيز ويصلاحه المكعب ويبيعوه وبيظهر إنه بيقول كده بس عشان موسيز يصلحه له وبعدها يهرب منه في الوقت ده بتفوق إليه وبتلاقي نفسها في مستشفى في أرض كريمزونز واللي بيبقى عبارة عن تجمعه لأكتر من قبيلة تحت دولة عسكرية بتسعة لحفظ السلام في الأرض وبتوافق على مساعدة أي قبيلة لكن في مقابل السلع اللي هيقدروا يقدموها وبتشوف إليه لقائد ديفيد واللي بيقولها ناف أمان لكن إليه بتقوله إنها لازم تنقذ علتها من أرض تونبك واللي بتبقى عبارة عن حسن منيع لقابلة الغربان فبيحذرها ديفيد من المكان ده وبيقولها إنهم بيحاولوا من سنين إنهم يدخلوه لكن من غير فايدة وبيقولها إن الأشخاص اللي بيدخلوها هم بس العبيد أو محارب الغربان من القيادات العليا فبتطلب إليه منه إنها تقابل المحاربة اللي قبضوا عليها وده عشان تستجوبها عن مكان علتها لكن القائد بيقولها إن الغربان مش بيتكلموا وبيقتلوا نفسهم قبل ما يعفوا الأثر فبتقول إليه إنها مش هتتكلم معهم لكن هتتكلم معها هي وده لإنها مش من قابلتهم وبيوافق القائد لكن بشارة إنها تتعاون معهم وتعرفهم المكان اللي يقدروا يدخلوا منه في الحصن وبتدخل إليه تتكلم مع المحاربة واللي بيكون اسمها جريتة وبتقولها إنها تدخلها معها للحصن بصفاتها واحدة من القيادات العليا وإنها تنقذ علتها من هناك فبتتري إليه تاكريتة عليها وبتقولها إن علتها تموت خلال 4 شهور بسبب المصانع المليانة بالغزاد السمة ولا يشتغلوا فيها كل يوم فبتقولها إليه إنها تنقذهم قبل ما ده يحصل فبتسألها إليه إنها هتعاهدها إنها هتوفي بوعدها وده لإنها عارفة إن الغربان مستحيل ينقضوا عهدهم ومستحيل كمان يجذبوا وبتقولها إنها في المقابل هتهربها من سجن كريمزونز وبتوافق جريتة وبتوعدها إنها تساعدها تنقذ علتها وبتخرج إليه في تتكلم مع ديفيد وبتطلب منه يسمح لها بتهريب جريتة واللي هتوصلها لحصن تون باك وهناك هتقدر تكتشف مدخل يقتحموا منه الحصن فبيطلب منها ديفيد ترتاح لحد ما يفكر في الموضوع وبنروح لحصن تون باك في الوقت اللي بيوصل فيه جيكوب وباقي القبيلة وبتاخد القائدة في رافرة جيكوب عشان تسلموا لقائدهم فيرا وتاخد جايزتها في المقابل أما باقي القبيلة فبيتحولوا العبيد يشتغلوا في مصانع الغازات السامة لحد ما يموتوا وبيودع جيكوب ابنه كهانه وبيوعده إنه هينقذه وبيدخل كهانه سجن ضخم بيلبس فيه لبس مشابه لملابس السجون وبيلاقي جوسس حوالي في كل مكان وبنروح لإليه واللي بيسأل موسيز عن اللي حصل للعالم القديم فبيحكي له موسيز إن فجأة التكنولوجيا خرجت عن السيطرة وحصل إن قطاع غامض للكهرباء قدل الضمار اللي هو شايفه واختفت كل وسائل التكنولوجيا من العالم كله وده معادة منطقة واحدة وهي منطقة أتلانتا واللي بيبقوا متقدمين عنهم تكنولوجيا بكرون وبييكمل وبيقولوا إنه شاكك إن أتلانتا ليها إيد في ضمار العالم أو كانوا عارفين إن فيه كارثة جاية لكن محدش في أوروبا كلها عارف مكانهم الفعلي لكن الأسطورة بتقول إن اللي هيمتلك المكعب اللي معاهم هيحكم العالم كله وبعد شوية بيوصلوا لواحدة اسمها إمينة واللي كانت حبيبة موسيز من سنتين وأول ما بتشوفه بتضرب عليه النهار وبتفكر بوعده لها إنه هيرجع لها تاني ويقش معها للأبد وبتقوله إنها مش تقتله دلوقتي عشان خطر بس الطفل اللي معاه فبيوريها إليها المكعب اللي عايزينها تصلحه وتتصدم إمينة أول ما بتشوفه وما بتكونش بصدق أنه معاهم وبعدها بتدخل المعمل بتاعها واللي بيكون مليان بالأجهزة الحديثة وأدوات التصلاح الإلكترونية وبنرجع لإليف اللي بتكون وقفة في الغابة لوحدها وبيجي ديفيد يوقف معاها وبيوعيدها إنه هينقذ آلتها لكن بعد ما توصل للمعلومات اللي هما محتاجينها من المسجونة وبتبقى الخطة هي إن إليف توهم جريتا إنها تهربها من خلال إنها تكون حارسة السجن بتاعتها وفي أثناء حرصتها ليها تحاول تعرف منها الطريقة اللي هيوصلوا بها للحزن وبتوافق إليف على الخطة في الوقت ده بيصحى كيانه مع باقي المساجين وبيبقى شغال في عملية تغليف مادة الفولك وبيقابل المسؤول عنه في الشغل واللي بيكون اسمه لينوس وبيقوله إنه محظوظ لأنه هيشتغل في خط التغليف مش الانتاج وده لإنه لو استنشق مادة الفولك هيفقد حواسه بعد فترة لحد ما يموت وبيواريه واحد من الشغالين في الانتاج واللي بيبقى مش قادر ينطق بسبب كم المواد اللي استنشقها واللي أثرت على عقله فبيسأل كيانه لينوس لو فيه طريقة يقدر يخرج بها من هناك فبيتخض لينوس جدا وبيطلب منه ما يتكلمش في الموضوع ده تاني قدام حد وبنرجع لإليف اللي بتدخل لوحدها لجريتا وبتوهمها إنها تهربها من هنا لكن بعد ما تقولها على الطريقة إلا هتدخلها بها للحصن غير ما تتكشفها بتقولها جريتا إنها تقولها ده في الوقت المناسب وإن كلمتها لوحدها ضمان ليها لكن إليف بتقولها إنها محتاجة أكتر من مجرد كلمة وبتعرف جريتا إن إليف بتغدعها وإنها متعاونة مع الكريمزونز عشان تستجوبها وبترفض إنها تتكلم معها تاني فبتخرج إليف وهي متعصبة وبتعرف إن جريتا مش هتصق فيها تاني وبتترجى ديفيد إنه يوافق على عملية التهريب عشان تعرف منها طريق دخول الحصن لكن ديفيد بيرفض ولد لأنه مستحيل يضحي بالسجنة الوحيدة اللي قدر يقبض عليها من الغربان فبتقول له إليف إن وجودها ما بقاش مهم وعشان كده هي هتمشي وتحاول تدخل الحصن بنفسها فبيقول لها ديفيد إنها قدامها فرصة وهي أنها تنضم للكريمزونز وتفضل معهم لحد ما تقوم الحرب العظمى واللي فيها يسيطروا على أرض أوروبا ويقضوا على غربان الهماجيين فبتسألوا إليف عن الوقت اللي هيحصل في الحرب العظمى فبيقول لها ديفيد إنه في يوم من الأيام لكن بترفض إليف وبتقوله إن أهلها يموت في يوم من الأيام وبتقرر إنها تمشي وتسيبهم وفي قسط الغابة بتدور إليف على نفق ممكن يوصلها لمكان قريب من سجن جريتا وبتقدر توصل الواحد وبيظهر إنه عندها خطة عشان تخرج جريتا من قلعة كريمزونز وبنروح لكيانه اللي بيسأل لينوس للمرة التانية عن مخرج من المكان اللي هم فيه وده لإنه مش عايز يموت هنا فبيقوله لينوس إنه ما فيش غرطرية واحدة لده وهو النزال لحد الموت واللي معنانه بيتخاني مع واحد من المساجين لحد ما يموت واحد فيهم واللي عيش بيكسب حريته فبيسأله كيانه إزاي ممكن يخوض نزال الموت فبيقوله إن فرافرا الملكة بتاعتهم هي اللي بتقرر ده فبيفكر كيانه في خطة توصله لفرافرا وفجأة بيجي واحد من الحراس يضرب لينوس بسبب الشغل فبيدفع كيانه عنه وبيتضرب هو مكانه وفجأة بيلحظ اتنين من المساجين وهم بيبلعوا مادة الفولك وبعد انتهاء اليوم بينام المساجين كلهم في ممره صغير جدا وبيلاحظ كيانه حركة غريبة في المكان وفجأة بيشوف اتنين من المساجين وهم بيخرجوا أكياس مادة الفولك من جسمهم وبيدوها القائد الحراس فبيقرر إنه يستخدم المعلومة دي ضدهم عشان فرافرا تسمح له ياخد نزال الموت وبنرجع لإمينة اللي بتقدر إنها تفتح المكعب وبتصلح هيكله الداخلي وبعدها بيقفل المكعب نفسه وبيرجع ينور من تاني وبتبقى إمينة عندها فضول إنها تشغاله عشان تعرف اللي فيه لكن ما بتكونش عارفة طريقة تفتحوا بيها وبتفضل تتخاني مع موسيز لحد ما بيوقفهم إليها وبياخد منهم المكعب وبيفتحوا من خلال بصمة أينه وفجأة بيتفير المكعب لوحده وبتخرج منه أشعة حمرة بتظهر من خلالها صورة الرائد فضاء وما بيفهمش حد أي حاجة من الصورة وبعدها بيتقفل المكعب وبيرجع تاني ليد إليها فبيبصروا موسيز وإمينة باستغربه وبيسألوا عن اللي حصل وفي تانيومه في حسنه تونباك بيطلب كيانو من لينوس يحاول يوصله بفرفرة عشان يبلغها بخيانة قائد الحراس بتاعها لكن لينوس بيرفضه أنه يساعده وده لأنه مش يقدر ياخد نزيل حتى الموت لكن كيانو بيقوله أنه أنقذهم برح ولازم يردوله الجميل فبيوعدوا لينوس أنه هيحاول في الوقت ده بتقرر إليف أنها توافق على عرض ديفيد بالانضمام للكريزمونز وبتطلب منه تتكلم مع جريتا للمرة الأخيرة وفي دوره عشان يسق فيها وبيوافق ديفيد وبيدخل معها لسجن جريتا وفجأة بتهجم إليف عليه وبتاخد منه مسدس وبتربطه هو في السجن وبتهرب مع جريتا وبترجع جريتا تسق فيها من تاني وبيخرجه سوا من النفق السري وفي وسط الغابة بتقول جريتا لإليف أنها معجبة بشجعتها وحبها لأهلها وبتقولها على الطريق اللي هيخدها عشان يبعدوا عن أسراب الغربان في طريقهم وأول ما بتخلص جريتا شرح للطريق بتضرب إليف شرط الضوء من مسدسة عشان تكشف مكانهم ويجي جنود الكريمزونز يقبضوا عليهم وبتفهم جريتا أن إليف خدعتها هي وقائد كريمزونز نفسه عشان تنفذ الخطة وبترجع إليف للحصن وبتعتذر لديفيد عن اللي عملته لكن بتقوله أنها وصلت للمعلومات اللي هم عايزينها وبيظهر إعجاب ديفيد بزكاءها وكمان بجمالها وبيدخله سوا في علاقة وبنرجع لحصن تونباك وهناك بيطلب لينوس من كيانو ييجي وراء عشان يبلغ القائدة بنفسه عن اللي يعرفه وبيثق كيانو فيه لحد ما بيوصل مع المكان بعيد وفجأة بيلو قدامه المسجون اللي كان بيهرب مادة الفوليك لقائد الحراس وبيتخانقهم الاتنين سوا لحد ما بيقدر كيانو نيقتله وبييجي الحراس يقبضوا عليه وبيودوا للقائدة فرافرة وهناك بيقولها كيانو اللي شافه من خيانة قائد الحراس لها فبتسأل فرافرة قائد الحراس إليه عن الطريقة اللي قدر بها يفتح المكعب فبيقوله انه ما يعرفش حاجة وفجأة بتقولهم إيمينة ان وحدة الادماج اللي في المكعب بوزت وما تقدرش تصلحها فبيقولها موسيز ان ما فيش غل شخص واحد بس هو اللي يقدر يبقى لهم وحدة الادماج وبتفهم إيمينة قصده وبترفض تماما للفكرة فبيسألهم إليه عن قصدهم وبيعرف انه فيه شخص اسمه رايكر واللي بيبقى عنده مخزن من مقتناء التكنولوجيا العالم القديم وبيبقى متأكد انه هيقدر يساعدهم لكن بسبب ديون موسيز لرايكر بيبقى لازم يردوله دينه الاول فبيقولهم إليه انه لازم يصلح الجهاز وبيترجع إيمينة انها توافق انهم يروحوا وده لانه مهم جدا بالنسباله لكن إيمينة بتصمم على رفضها فبيتعصب إليه وبيخرج يقعد لوحده فبيخرج موسيز وبيسأل إليه لو المكعب لها علاقة باللي حصل لأهله فبيقوله إليه ان قابلته كلها ماتت وهو الوحيد اللي هارب وفجأة بتظهر إيمينة ومعها تابلت متطور من سنة ألفين تسعة وعشرين وبتديل موسيز عشان يسد دينه عند رايكر فبيفرح إليه جدا وبيحضنهم هما الاتنين وبتودعهم إيمينة وبترفض انها تروح معاهم وقبل ما يتحركوا بيسمعوا صوت عدد كبير من الاحصنة وبيتفاجئوا بهجوم محاربين الغربان فبتطلب إيمينة منهم يهربوا وهي هتتولح ميتهم فبيهرب موسيز مع إليه وبيضرب آخر 3 طلقات معايا عشان يحمق منها ويغرب وبنروح لكيانه اللي بيقف وسط صحت السجن وبيتلف حوالين رقابته سلك رفيع جدا عشان لما يتعدم يتعذب الأول وفاجأة بتيجي القائدة فرافرا وبتوقف عملية الإعدام بعد ما بتبقى لقت مادة الفوليك مادة العبد اللي كانوا قتلوا وبتسأل قائد الحراس عن باقي المساجين المتورطين وبيطلع لينوس ومعها عبد كمان فبتقمر فرافرا بقتلهم ومعهم بقائد الحراس بتاعها واللي بسبب خيانته لازم يقتل نفسه واللي عيلته كلها تموت وبعدها بتقمر أتبعها بإرسال كيانه لبيتها في الوقت ده وفي أرض الكريمزونز بيسلم ديفيد الزي الرسم الخاص بجنود الاتحاد الأوروبي في العالم القديم لإليف وبيديها شارط محارب الكريمزونز وبيقولها على القواعد الخاصة بيهم وبعدها بيديها مجموعة من الأسلحة وبيخيارها بين أكتر من سلاح فبتختار إليف نفس السلاح اللي بتستخدمه دايما وبنروح لكيانه اللي بيوصل في عربية متطورة لبيت فرافرا وهناك بيلاه مجموعة من العبيد المميزين عندها واللي بيبقوا مجبرين ينفذوا أوامرها أيا كانت ومقابل الرفاهية اللي بياخدوها من أكل ومكان يناموا فيه وبيبقوا لازم يحطوا ميكياج وده بقى أوامر من فرافرا نفسها وبيتعرف كيانه على ديفياته اللي بيعرفه اللي المفروض يعمله وبيوريه المكان اللي هينام فيه وبنرجع لديفيد اللي بيكون فرقين ألفا وبيتا وبيجهزوا خطة اقتحام الحصن ومن خلال المعلومات اللي عرفوها من جريتا بيوصلوا لنفق من الأنفاء الجفة واللي هيوديهم لحصن براتوك مباشرة وبعدها هيتسللوا المصنع من غير ما حد ياخد باله وبعدها هيتفرقوا من هناك وهتكون مهمة الفرقة ألفا اقتحام المصنع وتدمير البنية الاقتصادية للغربان واللي معتمدين فيه على مادة الفوليك أما فرقة بيتا فهتقتحم السجون وهتنقذ قلة إليف وبعد المسجونين وبعدها بيقولهم ديفيد ان العملية اللي بيقوموا بيها عملية سرية وبس لمتحمل مسؤوليتها وده معنان الأب بكاميرون ومجلس العاصمة ما يعرفوش عنها حاجة وبيدي الفرقة حرورية الاختيار بين القيام بالعملية وبين الانسحاب السرية لكن بيوافق الفريق كله على الخطة وبتبقى إليف ممتنك جدا لديفيد اللي بيعمل كل ده علشانها وفي الوقت ده وفي وسط الغابة بيخايم موسيز مع إليها وبيفكروا في اللي حصل لإمينة وبيكون موسيز حزين عليها جدا لكن بيصبر نفسه وبيقول إنها أكيد نجح فاجأة بيسماء وسوط حد بيقرب منهم وبيشوفوا حمر صغير ومع مجموعة من سكان الغرب الأسيوي فبيديهم أكل وبيسألهم عن اللي خلهم يهربوا من الغرب ويجوا للشرق فبتقولوا البنت الصغيرة إنهم هربانين من الأسراب السوداء فبيتخد موسيز جدا وبيظهر إنها حاجة خطيرة فبتقول البنت إن اللي بيشوف الأسراب السوداء بعينه بيموت وبنرجع لكيانه وباقي العبيد المميزين ولي بيتدمعه قبل وقت العاشة قدام القائدة في رفرة ولي بتختار مجموعة منهم عشان يأكلوا معيها وبتلاحظ إن كيانه رفض إنه يحط ميكياج وبتعرف إنه شخص متمرد وبعدها بتاكل معاهم لكن كيانه بيرفض إنه يأكل من أكلهم بعد ما قتلوا عيلته ودبعهم قدام عينه فبترمي في رفرة الأكل بتاعه على الأرض وبتؤمر واحد من العبيد إنه يلحسهم زي الكلب فبينزل الخادم على رجبته وبيطلع صوت الكلاب وبيأكل وبيضحك العبيد كلهم معا دا كيانه ولي ما بيكونش مستوعب اللي بيحصل وبعدها بييجي الوقت اللي مفروض تختار فيه في رفرة العبد اللي هيقضي معها الليلة وبتقرر إنها تختار كيانه وبتجبره إنه يقلع يدومه ويدخل معها في علاقة ويحط السكينة على رقابته وحواليها الحراسة الخاصة بيها وبينروح لإليف اللي بتجهز نفسها عشان عملية تقتحامل حسن لكن فاجأ بيهجي مع لهم جنود العاصمة بعد ما بيعرفوا بمخطط ديفيد وبيقبض القب بكاميرون عليه وبيقمر بإرسال باقي الجنود للعاصمة وفض المعسكر الخاص بيهم تماما وبتنهر إليف اللي بتفقد آخر أمل لها في إنقاذ آلتها في الوقت دا بيوصل موسيز مع إليا لواكر رايكر واللي بيبقى عبارة عن مالها ليلي وبالدعارة وبيستمتع موسيز بوقته لحد ما بيجي أتباع رايكر يقبضوا عليه وبيوضوا لغرفة رايكر واللي بتبقى ماليانة بالأجهزة المتطورة وبيشوف إليها شاشات بتقرد آخر أخبار العالم القديم فبيقوله موسيز إن رايكر مهوز زيه بسر ديسمبر الإسود ونتهي العالم وبعد شوية بيظهر رايكر وبيسأل موسيز عن سبب وجوده فبيدي موسيز كمية كبيرة من الأجهزة المتطورة وبيقوله إنه بيسد دينه فبيشور له رايكر على قطعة واحدة بس من الأجهزة وبيقوله إن ديك فيه الرد دينه وده معناه إنه عايز منه حاجة تانية فبيقوله إليه إنه عايز جهاز للدمج وبيستغرب رايكر جدا وبيعرف على طول إنهم محتاجينه لمكعب أتلانتا لكن موسيز بينكر إنهم عهم وبيقوله إنهم لسه بيدوروا عليه عشان يبعوه لكن رايكر بيؤمر أتبعه بتفتيش شنطة إليه وبيلاقي فيها فعلا المكعب فبيطلب من الكل إنهم يخرجوا برة ويسيبوا لوحده وبيبص للمكعب بكل سعادة وبنرجع لفرافرة واللي بتاخد معها عبدها المميزين للصالة مليانة بأتباع الغربان وبيبقوا بيحتفل وبيرقص سوا لحد ما فجأة بيظهر القائد يافار وبيروح للقائدة فرافرة وبيقولها إنه مبسوط منها بسبب الطيارة اللي جابتاله لكن بيقولها إنها مفقاش المكعب اللي هو عايزه فبتوعدوا فرافرة إن جنودها مش يرجعوا من غيره وفجأة بيشوف كيانه والده جيكوب وهوايا في جنب القائد يافار وبيظهر إنه بقى عبدلي وبالغلط بيوقع العصاب بتاعته فبيضربه يافار بياب عمفه من غير رحمة وبيانهر كيانه اللي بيحاول يمثل إنه مش متأثر وبيضطر يفضل ساكته وشاف والده بيتعذب قدامه وفجأة بيالن واحد من الغربان عند بداية نزال الموت وبيتفرق كل الغربان على نزال بين ولد وبنت على حريتهم وبيستهرب كيانه السلوكيات الغربان اللي بيقوا مبسوطين بكل ضربة وكل دم بينزل من واحد من المقاتلين لحد ما بتغلب البنت الولد وبتاخد حريتها بأنها تكون محاربة من محارب الغربان وبعد الحفلة بيرجع كيانه مع فرافرة لغرفتها وبتطلب منه يحكي لها أكتر عن قابلته وعن شكل الحياة في الغابة فبيقول لها كيانه إن المؤسسة كلوي هي أول شخص اكتشف الأرض قبل ميلاده 12 سنة فبتسأله فرافرة لو كلوي تبقى والدته فبيدمع كانوا بيحكي لها إن قابلة رايدر قتلتها في الوقت اللي كانت بتدور فيه على دواف الغابة وبيظهر إن فرافرة تأثرت وبتقرر إنها ما تكملش الليلة معاه لكن كانوا بيرفض وبيقرر يفضل معاها وبيظهر إنه بيخطط يقرب منها عشان تسمح له بنزل لحد الموت وبنرجع لمعسكر الكريمزونز وهناك بتودي إليف الأكل لديفيد واللي بيبقى محبوس في السجن وبتسأله عن اللي يحصل له فبيقولها إنهم هيبعتول عاصمة وهناك هيقدمه فبتنهر إليف وبتسأله عن اللي ممكن تعمله فبيقولها إن الغاية تبرر الوسيلة وإنهم عشان يحققوا هدف عظيم لازم يقدموا تطحيات كبيرة وبيطلب منها تقتل الأب بكاميرون عشان يقدروا يكملوا مهمتهم وبيقولها تتفق مع جماعته وهم هيساعدوها في طريق قتله وده لإنه الأب هيطلبها عشان يتكلم معها عن جريتا ويحكي لها عن مخططاته في التعاون مع الغربان عشان يستلام لكن بيحذرها إنها تقتنع بكلامه وده لإن السلام مستحيل يحل على قارة يوروبا إلا لما حد من القابلتين يفرض سيطرته الكامل عليها فبتوافق إليف على الخطة وبتروح تتكلم مع أدباع ديفيد في الوقت ده ويسح كيانه من النوم وبيقرر إنه يطلب من فراف رانزل لحد الموت فبتتري عليه وبتقوله إنه مش المفروض يطلب منها حاجة وإنها اللي بتقرر بنفسها وبعدها بتاخده غرفة مليانة بالمصرعين وبتقوله إنها هتعلموا الدرس وبتطلب منه يختار سلاح عشان يحاربها بيه فبياخد كيانه واحد من الأسلحة وبيبدأ الهجوم لكن في رفرة بتقدر تهزمه وقتن من مرة بسهولة وبتسأله عن اللي بيميز محارب الغربان فبيقولها كيانه القوة والقدرة على القتل لكن بتوقعه في رفرة على الأرض وبتحط صف على رقابته وبتسأل بقى المصرعين عن اللي بيميزهم كغربان فبيقول كلهم في صوت واحد عدم الخف من الموت وبتبدأ فرفرف غرز الصف في جسم كيانه واللي بيترجع ما تعملش كده فبتقوله إنه لازم الأول ما يخافش من الموت وبعدها بتمشوا وبتسيبوا وبنرجع لإلهة اللي بيقول لموسيز إنهم لازم يرجعوا المكعب بأي طريقة فبيقرر موسيز إنه يشتت انتباه حارس رايكر لحد ما بيتسالي الإلهة من وراه وبيوصل للمكعب لكن فجأة بيظهر رايكر وبيقوله إنه كان متأكد إنه ولد زيه ومش يتخلى عن المكعب بسهولة وبيجي الحراس يسلمه موسيز لرايكر واللي بيهدد إليه إنه هيقتله لو ما قالوش الحقيقة فبيعترفه إليه إنه قابل طيار أطلنطي طلب منه يحافظ على المكعب ويسلمه للفوليك اللي بتكون أرض الأطلنطيين وده لإن فيه خطر جاي من الغرب ناحيتهم ويكون السبب في موتهم كلهم لكن الأطلنطيين هم الوحيدين اللي هيقدروا يمنعوه لكن رايكر بيتاري عليه وما بيكونش مصدقه فبيقرر إليه إنه يثبت له الحقيقة وبيمسك المكعب اللي بيقرى بص متينه وبتظهر الرسالة للطيار كان عايز يوصلها للأطلنطيين كاملة وبيظهر إن الشخص اللي لابس لبس الفضاء هو في الحقيقة بيحمي نفسه من التلوس وفجأة بيظهر دخان أسود ضخم بيبلع الناس وبيظهر إنه هو ده السراب الأسود اللي الأسيويين كانوا بيحكوا عنه وبيكمل إليه وبيقول إنه لما يوصل الرسالة للفوليك هيعرف حقيقة نهاية العالم وساعتها هيكون هو أول واحد يعرفه فبيوافق رايكر إنه يسيبه يمشي مع المكعب عشان ينقذ العالم ويعرف الحقيقة وبيخرج موسيز مع إليه وبيسأله لو الكلام اللي قاله حقيقي فبيقوله إليه إنه بس كان بيغدع رايكر وإنهم هيبيعوا المكعب زي ما اتفقوا وقبل ما يخرجوا من المكان بتيجي بنت تاخد موسيز المكعب بيقول إنه تم تشغيل نظامة الملاحة للفوليك وبيقول إليه إنه هيوجهه للطريق فبيفرح إليه جدا وبيقرر إنه يتحرك لوحده وفجأة بيسمع صوت ناس بتسرخ فبيقول المكعب إنه فيه خطر قريب وفجأة بيتشكل المكعب على هيئة سلاح فبيجربه إليه وبينبهر بقوته وبنروح لإليف اللي بيتم استدعاها من قبل الأب كاميرون وبيحكي لها عن مخططه في معاعدة سلام بينهم وبين الغربان وبيقارد عليها إنه يسلم المحاربة جريتا في مقابل المعاهدة واسترجع قسرتها وقبل ما إليف تحط السم في مشروبه بترجع في كلامها وبتوافق على عرض وبعدها بترجع السم الجماعة ديفيد وبتعتذر لهم عن عدم تنفيذها للمهمة وبعدها بتروح تتكلم مع ديفيد وبتحكي له عن عرض كاميرون ليها وعن موافقة عليه فبيقولها ديفيد إنها مش لازم تحس بالندم بسبب اتباعها لمبادئ قابلتها وبيقولها إنه لو ما كان هيعمل كده فبتوعيده إليف إنها مش هتتخلى عنه وبتطلب منه يفق فيها وبنرجع لكيانه اللي بيروح مع فرفرة لاجتماع مع القائد يا فار واللي بيقولها إن الطيارة اللي جابتها غير قابلة للإصلاح وده معنى إنها ما فدتوش بأي حاجة لحد دلوقتي وعشان كده ما تستحقش تبقى فالقيادة العليا في الوقت ده بيشوف كيان والده فبيقرروا إنهم يتقابلوا في الحمام وهناك بيحضنوا بعض وبيحكي كيانه لوالده عن مخططه وفي دخول نزال حتى الموت لكن جيكوب بيكون قلان جدا وبيقوله يصبر لحد ما يلاقوا طريقة تانية فبيطلب منه كيانه يفق فيه ولوله مرة واحدة بس وفجأة بيسمعوا صوت جاي نحيتهم فبيوضعوا بعض وقبل ما كيانه يرجع بيلاقوا قدامه ديفيات فبيحذروا إن يقول أي حاجة وإلا هيقتله لكن ديفيات بيقوله إنها لو عرفت أي حاجة هي اللي هتقتله وبنرجع لفرفرة اللي بتعرف النقاء التاني ترقى غيرها وبتكون حزنة جدا وفي قمة الغضب وفي العربية بيحاول كيانه يخفف عنها لكنها بتضربه وبيسكت كيانه عالزول والإهانة لحد ما يوصل اللي هو عايزه وبالليل بتستدعي فرفرة كيانه واللي بيتفاجئ أول ما بيشوف ديفيات قدامه وهو ما يتموت بشعة وبعدها بتدي فرفرة السكينة الكيانه وبتطلب منه يموت بشارة في وقت لنفسه وبتقوله على الطريقة اللي عايزة يموت بيها واللي من خلال طعن قلبه ببطء فبيحط كيانه السكينة ناحية قلبه وبيدخلها ببطء لحد ما بيخرجه عشان يدخلها بقوة تاني وهو بيقول اسمه الآخر مرة قبل ما يموت وعلى آخر لحظة بتمنعه فرفرة وبتقوله انه أثبت شجعته قدامها ويخود نزال لحد الموت وبيفرح كيانه جدا وبشكرها وبنرجع لإليه اللي بيعرف ان الغربان وصلوا رايكر وموسيز وبيشوفهم هما بيهددوا بالموت عشان يعترف على مكان المكعب فبيواجههم إليه بالسلاح وبيضرب على واحد فيهم النار ومن قوط الضربة بينفجر المحارب الأشلاء وبيحرر إليه موسيز وقبل ما يهربوا بيقرب شحن المكعب انه يخلص وبيقف الخاصية السلاح فبيهرب إليه مع موسيز بسرعة وبيقدروا يهربوا من الغربان في الوقت ده بتجهز إليه في نفسها عشان تروح مع الأب بكاميرون وبتفتش في حاجات ديفيد وبتلاقي الكارت المسؤولة عن فتح الزنزانة فبتروح لصحاب ديفيد وديهم الكارت وبتدلهم على طريق النفق السر اللي هربت منه مع جريتا وبتمشي وبعدها بتركب العربية مع جريتا وبتقول لها إنهم هيرجعوا لقابلتها في مقابل إنقاذ عليتها وبنرجع لموسيز اللي ما بيكونش مسدق إنه تخدع من طفل صغير مرتين وبيقولوا إنه من اللحظة دي كل واحد فيهم هيروح في طريق فبيعتذروا إليه بسبب كتبوا عليه وبيقولوا إن المكعب ده هو آخر حاجة فضله له وإن المهمة دي آخر أمل ليه في حياة جديدة بعد ما خسر كل حاجة وما بقاش عنده حد لكن موسيز بيقطع وبيقولوا إنه هيفضل معا للنهاية وبيفتحوا المكعب اللي بيوجههم لطريق أطلنطا وبيبقى فضلهم 150 كيلو ويوصلوا في الوقت ده بتوصل إليف مع باقي الكريزمونز المنطقة تقابلت في مين وبيبقوا لازم ياخدوا حذرهم ودلقنهم بيعتدوا على ممتلكات قبيلة تانية وبينزل للأب بكاميرون يتكلم مع إليف وبيحكي لها عن العلم القديم واللي كانت الطرق فيه سهلة ووسائل المواصلات متوفرة في كل مكان وبيحكي إنه كان زمانه راكب طيرة دلوقتي وفي طريقه للمكان اللي هو عايزه لكن بيوعدها إن العلم ده كله هيتغير بعد ما يسيطر الكريزمونز على قارة يوروبا وساعتها هينشروا العلوم من تاني وهيخرجوا المهندسين والفنانين اللي هيشكلوا بنية تحتها جديدة على كوكب الأرض وبعدها بيقوموا لجنود ويكملوا طريقهم وبنروح لكيانه اللي بيكون راكب العربية مع فرفرة وبيوعدها إنه ينجح في النزال ويكون في خدمتها فبتحكي له عن الوقت اللي خاضت النزال اللي هيخوده وده بعد صبر ست سنين وساعتها كانت بتواجه شخص طوله مترين وكان ضخم لدرجة إنهم كانوا بيلقبوه بالدب وفضلت تحاول تقتله لحد ما طعنها بالخنجر في بطنها وبعدها مسكها من رقبتها عشان يقتلها لكنها ترجته إنه يسيبها تعيش لحد ما نجح التأثر فيه وقرر إنه يسيبها فعلا تعيش وبتكمل فرفرة قصتها وعناها كلها دموع وهي بتقوله إنها ساعتها استغلت الفرصة وأخدت الخنجر بتاعه وقتلته وده لإن اللي الشخص ده عمله معها ما كانش اسمه الرحمة وإنما اسمه ضعف واللي بتبقى الصفة الوحيدة اللي ما ينفعش تنطبق على الغربان وبتحكين من بعدها وأصبحت محاربة من الغربان واسمها تغير لفرفرة وبنرجع لإليف اللي بتتكلم مع جريتا وبتسألها عن السبب اللي ما خلاش تقتل نفسها وده لإنها عارفة إنها لما ترجع لقبلتها الكل هيشوفها عار عليهم لإنها بيت أسيرة لقبلها تانية وساعتها هيقتلوها وفجأة بتوقف العربات كلها عنده نقطة دخول حسن الغربان وبينزل القائد المسؤول وبيتكلم مع قائد الغربان وبيطلب منه يقابل الملك يافار في مقابل تسليم أسيرة منهم هما بيصدقوش قائد الغربان غير لما بيشوف جريتا بعينه لكن بيرفضوا يسمح بدخول أي حد منهم للحسن وبيهددوا القائد إنه يمشي وإلا هيقتلهم كلهم فبينزل أب كاميرون من العربية وبيتكلم مع قائد الغربان بكل هدوء وبيقنعه بتبليغ الملك يافار بوجوده وبيوافق قائد الغربان وبيبعت واحد منهم للملك وفي أثناء وجودهم في الشارع بيحصل هجوم مفاجئ من مجموعة من القناصة بيقضوا على كل الغربان والكريزمونز وبتقدر إليف تهرب مع جريتا اللي بتتصب بطلق من بطنها وبيستخبوا سواف مكان قريب وفجأة بتسمع إليف صوت شخص بيدخل عليهم فبتجهز بسرعة سلحة وبتستعدل الهجوم لكن فجأة بيظهر قدامها ديفد وبتعرف إن هو السبب في كل اللي حصل وبتنهار إليف ومش مصدقاً آخر فرصة لها في إنقاذها لتها روحد فبيعتذر لها ديفد وبيترجعها تيجي مع العاصمة وده لإنه هيبقى القب الجديد فيها لكن إليف بترفض العرض وبتطلب منه يقتلها فبيجهز ديفد البندوية بتاعتها وبيضرب أكتر من رصاصة لكن بيبقى ضربهم في الهوى عشان يوهم فرقته إن قتلها وبيطلب منها تهرب بأسرع ما يمكن وده قبل ما الغربان يوصلوا وبتموت جريتا من الرصاصة اللي أخدتها وبتنهار إليف تماماً وما بتكونش عارفة المفروض تعمل إيه وفجأة بتظهر بنت من قبلة الفمن وبتارد عليها إنها تيجي معاها قبل ما الغربان يوصلوا وبنرجع لكيانه اللي بيوصل لحلبة النزال وقبل ما يدخل بيسأل فرافرة عن اسمها الحقيقي لكنها بتقوله إنه ممنوع عليها إنها تنطقه تاني وبيدخل كيانه أرض الحلبة وبيتفتح باب المنافس بتاعه وفجأة بيظهر والده بنفسه وبيفهم كيانه الخدع اللي في رفرة ويظهر عملوها فيه وبيرفضوا إن يحارب والده فبتقوله في رفرة إنه لو رفض هيموتهم الاتنين فبيقرب والده منه وبيبدأ في ضربه عشان يشجعنه ويقتله لكن بينهار كيانه وبيترجى والده ما يعملش كده لكن والده بيقرب منه وبيخليط عنه بالسكينة وبيضحي بنفسه عشان ابنه يعيش وبيشوف كيانه والده قدامه وبينهار على الأرض وبيموت والناس من حواليه بتسرخ وهي مبسوطة وبتحييه وبيدخل كيانه في حالة اكتئابه وبيفضل يبص على إيده اللي قتل بها أبوه فبتيجي في رفرة عشان تخفف عنه وبتقوله إن كان لازم يواجه الماضي بتاعه عشان يخلق لنفسه حاضر جديد وبتطلب منه يسمح للقرهية اللي جواه تجبر عشان هي اللي هتساعده يتقدم ويتحول لغراب حقيقي وبعدها بتطلب من بقى الجنود تاجز تقوس المحارب الجديد وقبل ما تمشي بتقوله إن اسمها الحقي صفية وبعد شوية بيتجمع كل أتباع في رفرة وبيحتفلوا بالغراب الجديد وبتطلق عليه في رفرة اسم تاروك وبنرجع لإليه وموسيز اللي بيوصله لمكانه في الصحراء وبتفصل بطارية المكعب تماما فبيمشي إليه لحد ما بيوصل عند المحيط وبيحس باليأس وما بيكونش عارف المفروض يعمل إيه فبيترجم موسيز إنهم يرجعوا ويبيعوا المكعب ويبقوا أغنية لكن إليه بيرفض وبيرمي المكعب قدامه في البحر وفجأة بيتير المكعب لوحده وبينزل في المحيط بقوة لدرجة إنه بيكون دوامة ضخمة بيظهر منها مكعب مشابه للمكعب اللي كان معاه لكن بصورة أكبر وبعدها بيتفتح المكعب لوحده وكأنه بابل السفينة وبيوفق إليه وموسيز قدامه وبيعرفوا إنهم فطريهم لأتلانتا وبيتقفل عليهم المكعب وبينزل لقاع المحيط الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام